السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دعوة من قناة اسهل واسرع الوصفات حباب قلبي اصدقاء القناة النهاردة معنا وصفة آآ جميلة جدا وسهلة ولزيزة وصفة العزومات والضيافة آآ احلى وصفة تقدر يتقدميها في العزومات والضيافة جميلة جدا بطريقة سهلة وسريعة المحاشي محشي ورق العنب والبدنجان والفلفل والطماطم بطريقة جميلة جدا سهلة ولزيزة هنشوف مع بعض الطريقة زي ما انتو شايفين كده محشي ورق العنب محشي الفلفل والطماطم والبدنجان زي ما انتو شايفين كده بطريقة جميلة جدا متعامل جدا جربوها يعجبكم وصفات جميلة جدا للعزومات والضيافة وسهلة في نفس الوقت يلا نشوف مع بعض الطريقة معنا نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليهم قطعة كبيرة مفرومة من الدهن مفرومة برضو معانا بسلطين كبار مفرومين ناعم ومعانا بقدونس وكسبرة خضرة مقطعين كطع صغير ومعانا التوابل بتاعتنا الكمون والفلفل الاسود والملح وبهارات المحشي نص معلقة صغيرة من الكركم كباية كبيرة من الرز المخصول وما تصفي المية كويس منه هنضفها على الخليط بتاعنا ونخلطهم كويس جدا جدا بالطريقة دي زي ما انتو شايفين معنا ورق العنب بتاعنا في مية مغلية على النار هننزل بيه دقتين وبعد كده هنطلعه في مية بردة ونصفيه خالص من المية ونبدأ نحشيه او ورق العنب الجاهز بالشكل ده كده هنجهز الحلة بتاعتنا اللي هنحشي فيها وهنفرش في قاع الحلة آآ ورق العنب هنغطي القوع بورق العنب من تحت كده بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين بعد كده هنبدأ آآ نحشي الخليط بتاعنا اللي عملناه دلوقتي ورق العنب معنا جاهز بالشكل ده كده هتمسكيه على ايدك بالشكل ده كده وتغذي بالمعلقة قطعة بعد كده هتجيبي الطرف زي ما انتو شايفة كده بالطريقة دي وهتتنيه على الخليط اللحم بتاعنا الخليط اللي عملناه مع بعض بالشكل ده كده وبعد كده هتجيبي الاطراف من الجنبين الجنب ده والجنب ده بالشكل ده كده وبعد كده تبدأي تلف فيه زي ما انتو شايفة كده بالطريقة دي سهل جدا وطريقة بسيطة وسهلة على طول هتخلص الكمية بالشكل ده كده واحدة واحدة ما تنسيش تشترك معنا في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة وتعملي لايك للفيديو لو عندك شربة جاهزة مرأة جاهزة او المية هتغطي آآ بالمية هيكون المية بسوة المحشي بتاعنا بالشكل ده كده وهنغطيه بورق العنب بالشكل ده وهنضيف عليه طبق آآ كده زي ما انتو شايفين وهنغطي عليه ونسيبه اول حاجة على نار عليا وبعد ما المية تتشرب منه خالص هنغطي عليه ونهدي خالص النار وهنسيبه كمان عشر دقايق وهيطلع معاك بالشكل ده كده وصفة جميلة جدا في الضيافة والعزومات بتاعتك ودلوقتي معنا آآ 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 هنحشي البدنجان البدنجان لنص مر آآ الطويل ده هنقطعه كده بالشكل ده كده هنقشر بعض آآ آآ قطع من القشر بالشكل ده كده وهنفتحه من النص بالطريقة دي كده وهنرش رشة بسيطة من الملح في النص كده في الشق اللي احنا شقناه بالشكل ده كده وهندعكو بادينا كده شوية زي ما انتو شايفين كده وهنعمل الكمية بتاعتنا زي ما عملنا البدنجان الاولانية دي معنا هنا الطماطم لازم تكون جمدة جدا بالشكل ده كده هنفتح فتحة آآ من الطرف بالشكل ده كده وبالمعلقة بتاعنا هنبدأ نفرغ كل اللي في قلبها بالشكل ده كده تكون فاضية وهنعمل الكمية زي ما عملنا الواحدة دي كده بتاعتنا برضو الفلفل بتاعنا من الطرف كده وهنفتحه بالشكل ده كده وهنفرغ محتوياته من جوة بالشكل ده والكمية اللي هنحشيها برضو هنعملها بنفس الطريقة بعد كده البدنجان بتاعنا بمناديل ورقية هنبدأ آآ نمسحه من المية اللي هتنزل منه بعد الملح وبعد كده نبدأ نحمره من الجنبين ياخدلون اصفر معنا بالشكل ده كده هنيجي على نار آآ فيها معلقة زبدة كبيرة وحبة زيت وبسلطين كبار مفرومين وهننزل بربع كيلو من اللحمة المفرومة وهنتبلهم بالملح والفلفل والبهارات المشكلة ونص معلقة من الكركم بالشكل ده كده وهنقلبها لحد ما تستوي بالشكل ده معنا قلب الطماطم اللي فرغناه من الطماطم هنضيفه للحمة بتاعتنا بالشكل ده كده وهنقلب كويس جدا شوية بقى من البهارات المشكلة وبهارات المحشي وهنقلب على النار وبكده الخلطة هتكون جاهزة معنا لو حبة تضيفي معلقة من الرز المخصول آآ ممكن تضيفي ليه بعد كده الخلطة طبعا هتكون جهزة وهدية كده معنا من على النار هنجهز الحلة اللي هنحشي فيها وهنحشي فيها بالطريقة دي زي ما انتو شايفين الطماطم والفلفل والبدنجان وبعد كده هنضيف كوباية مية كبيرة وهنغطي عليها بالشكل ده كده ونسيبها زي ما قلتلكم على نار عالية في الاول لحد ما المية آآ تتشرب خالص بعد كده هنهدي النار عليهم ونسيبهم كمان عشر دقايق ويطلعوا بالشكل ده ان شاء الله الوصفة تعجبكم وصفة سهلة جدا وجميلة للضيافة والعزومات ما تنسيش تفعل الجرس